تقدم الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الجنازة العسكرية التي اقيمت لشهداء الواجب الذين سقطت بهم طائرة عسكرية مساء امس اثناء تنفيذهم لاحدى المهام التدريبية مع دولة الامارات الشقيقة وقام الحاضرون بقراءة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء اللهم اجعلهم من الشهداء والصالحين واكرمهم بصحبة النبيين والصديقين وحسن اولئك رفيقا اللهم ارزق اهنهم الصبر والسلوان تل ذلك تقديم العزاء لأسر الشهداء من البلدين الذين قدم ابناؤهم ارواحهم تلبية لنداء الواجب دعين الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم في فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان حضر الجنازة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وسفير الامارات بالقاهرة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة